اياتين من القرآن الكريم عظيمتان جدا فيهما أسرار مخفية عجيبة لا يعلم بقدرهما إلا الله سبحانه وتعالى فائدة سترى منها العجب العجاب بإذن الله تعالى اياتين من القرآن الكريم إذا قرأتهم على كأس ماء بهذه الطريقة وكنت ببخ هذا الماء في بيتك أو في محلك سترى العجب من نور الله عز وجل في الرزق وتحقيق الأمنيات كل مطالبك وأغراضك إن شاء الله ستقضى وإن كانت صعبة وتبدو في نظرك مستعصية كل من يعاني من كلة المال أو تعطيل في الرزق أو مستوى العمل أو الحظ أو أي أمر من أمور الحياة إن شاء الله بسر أسرار هذه الفائدة العظيمة سترزق كل ما تشاء بإذن الله تعالى هذا الفيديو فيه كرامات عجيبة لا تخطر على قلب بشر وفيه من العطايا الربانية ما جعلك في زهول ستنزل عليك معجزات وكرامات وبركات وستنال ما تتمنى وأكتر وتتحقق أمنيتك في رمشة عين بأسرار وبنورانيات هاتين الآيتان العظيمتان بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي أتم السحة والعافية دايما يا رب فضلا منكم ولتعم الفائدة على الجميع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط الآن على زر اللايك وترك لنا تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولكم أجر ذلك بإذن الله تعالى سنقدم لكم اليوم في هذا الفيديو سر عظيم جدا وخير وكله بركة لو عرفتموه وطبقتموه بالطريقة الصحيحة كونوا على يقين سيتغير حالكم وظروفكم للأفضل وتتيسر أمور حياتكم جوهرة ربانية بامتياز ومعجزة من معجزات الله تعالى لتيسير كل أمر عسير وقضاء كل أمر صعب وتسهيل المستحيل ونيل الطلبات وتحقيق الأمنيات وكل ما يشغل بالك بإذن الله أحبائي في الله بفضل الله تعالى سأذكر لكم وصفة بفضل الله تعالى كل من فعلها بفضل الله إذا كنت تعاني من ضيق في الرزق بفضل الله في بيتك أو في عملك كل من فعل هذه الفائدة وطبقها مثل ما أقول بفضل الله تعالى فاض الله عليه من الرزق فهي فائدة ووصفة مجربة كل من جربها بفضل الله تعالى من الله عليه وفتح عليه خزائن السماوات والأرض من الرزق والسعادة والهنى والسرور وإليكم شرح هذه الوصفة أو الفائدة بفضل الله تعالى فطبقوها مثل ما أقول فهم آيتين بفضل الله تعالى كل من قرأهم وفعل مثل ما أقول أفاض الله عليه من الرزق والخير أولا بفضل الله تعالى دائما تكون طاهر الثياب والبدن وكن متودق وتحسن الودوء ثم صلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وبنية أن يفيد عليك الله من الرزق بإذن الله تعالى ثم بعدها أأتي بإناء به ماء أو كأس ماء وقربه بفمك وقرأ هاتين الآيتين على هذا الإناء ثم بعد أن تنهي القراءة ضع هذا الماء في بخاخة ورش بهذا الماء على بيتك أو محلك التي تتاجر فيه أو محلك الذي تتاجر فيه بفضل الله تعالى رش الماء من البخاخة على الستائر أو الكراسي وسترى الخير والرزق يصب عليك من عند الله بفضل الله تعالى وإن كنت في محلك رش على الأشياء التي توجد بالمحل من البخاخة بفضل الله تعالى بعدها سيفيد الله عليك من الرزق والمال وإليكم هذه الآيات الكريمة بفضل الله تعالى تضع فمك بكرب الماء ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات اللي قام من يؤمنون صدق الله العظيم بفضل الله تكرر هذه الآية ثلاث مرات ثم بعدها تقرأ الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فكل حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم كرر كل من هاتين الآيتين ثلاث مرات ثم رش بخاخة الماء في بيتك أو في محلك الذي تتاجر فيه بفضل الله بعدها سيفيد الله عليك في الرزق والخير والبركات بل ويفق النحس ويأتيك السعد والهنى والسرور وجزاكم الله خيرا ونشكركم على حسن المتابعة ولا تنسونا من خالص دعاءكم ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر اللايك حتى ينتشر الفيديو وترك لنا تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير